افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة صباح اليوم الخميس مجمع القرآن الكريم بالشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة حيث تجول سموه في أرجاء المجمع مضطلعا على ما يضمه من متاحف تحوي على مخطوطات ومصاحف وكنوز قرآنية تم جمعها من مختلف أقطار العالم على مر العصور وقد استهل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي جولته بزيارة متحف تاريخ كتابة المصحف الشريف الذي يتناول مسير التاريخ كتابة المصحف الشريف منذ بداية تدوين آيات القرآن الكريم في العصر النبوي حتى عصرنا الحديث ليتوجه سموه بعدها لزيارة متحف نوادر المصاحف الذي يحتوي على مجموعة كبيرة من المصاحف الثمينة والمخطوطات الأثرية ومن مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة بالإضافة إلى المصاحف الرسمية الصادرة عن مختلف دول العالم وليعرض سموه بعدها إلى متحف القراءات السبع والعشر الذي يهدف لتعريف زوار المجمع بعلوم القرآن المجيد كما تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بعدها بزيارة متحف أعلام القرآن حبر التاريخ وهو المتحف المختص بتصليط الضوء على أعلام القرآن ويتألف المتحف من خمسة عشر قسما موزعة بحسب القرون الزمنية وقد زار سموه متحف مشاهير القراء الذي يصلط الضوء على سيرة نخبة من القراء المشهورين كما شملت الجولة زيارة قاعة الكون والإنسان في القرآن الكريم التي تصلط الضوء على الحقائق العلمية في القرآن الكريم وأكمل صاحب السمو حاكم الشارقة زيارته بتفقد متحف كسوة الكعبة وستائر الحجر النبوية ويضم ثمانية عشر كسوة يرجع أقدمها إلى القرن العاشر الهجري وتوقف صاحب السمو حاكم الشارقة في المكتبة القرآنية العلمية وهي مكتبة متخصصة تضم أمهات كتب التفسير والقراءات وما يتصل بهما من علوم القرآن الكريم والعلوم الشرعية وتفقد سموه قسم المقارئ الإلكترونية العالمية والذي أنشئ ليكون منارة تعليمية قرآنية متميزة وقد تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتوقيع عشر شهادات ختم القرآن الكريم بالقراءات العشر عبر المقارئ الإلكترونية العالمية بمجمع القرآن الكريم بالشارقة والتي تمنح لمن يتم ختم القرآن الكريم لأي من القراءات هذا ويضم المجمع سبع متاحف علمية وتاريخية ويعد أكبر مجمع للقرآن الكريم في العالم ويأتي استكمالا لرؤية إمارة الشارقة في بناء الإنسان على نهج الشريعة الإسلامية السمحة والعناية بالقرآن الكريم وعلومه